المترجم للقناة عندما سألته يا رسول الله إن أنا مررت بأهل القبور فماذا أقول؟ قال أقولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله وبكم لاحقون إلى آخر الحديث فعرف من ذلك أنه لم يقل لها لا تسلمي ولا تزوري بل قال لها قولي طيب فلماذا حصلت اللعنة في البداية؟ لأن السائد كان في بداية الإسلام الناس حديثي عهد كان الناس حديثي عهد بجاهلية وكنا النساء يلطمنا عند القبور ويهلنا الترابة على رؤوسهن وزي ما حصل عند بعض المجتمعات لما خف الوعي يا سبعي يا جملي واللطم هذا حرام المرأة التي تذهب على القبر وطلطم وثيل التراب هذا حرام عليها تذهب القبر وتبكي بكار رحمة من يمنع إنسان؟ بعض الناس في الجنائز رأيتهم لو رأوا المرأة أو في العزاء رأوا المرأة تبكي على ولدها أو زوجها حرام تعذبي من قال هذا الكلام؟ إن العين لتدمع وإن القلب لا يخشى وإن على فراقك يا إبراهيم المحزن ما هذا يا رسول الله؟ قال إنها الرحمة نحن بشر والدين لم يأتي ليتجاهل آدميتنا وإنسانيتنا بل جاء ليرتقي بها في دواخلنا الممنوع والصراخ والصياح والندب ورمي التراب وتمزيق الثياب لما كنا النساء حديثات عهد بإسلام كان هذا الأصل فلما نضج الأمر أذن النبي للنساء بأن يزر وصح أن السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تخرج إلى خارج المدينة إلى أحد وتسنم قبر سيدنا حمزة كلما جاء السيل وأزال السنامة الذي عليه يعني المرتفع هكذا من الطين والتراب الذي عليه تعيد تسنيمه حتى لا تفقد أثره سيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاه فلا حرمة في زيارة النساء للقبور بشرط الاحتساب والاتعاد والاحتشام ورعاية حرمة القبر